ركز معايا لاني النهاردة هعلمك ازاي تدي انظار لأي شخص بيستخدم الوصف الخاص بيك يعني مثلا القناة دي اسمها المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوسف الباز يوسف الباز ده سرق مني في المتوحد فكرة الوصف الخاص بي بالظلط او سرق مقدمته او سرق اجزاء موجودة فيه او سرق روابط ركز معايا في الكلام ده كل الكلام ده حضرتك بالفعل عندك من لوحة البيانات الخاصة بستوديو اليوتيوب قادم تدي له انظار وهو مغمض عني وكمان انت مغمض عليك هنيجي مع بعض على حقوق الطبع والنشر ونيجي على طلب ازالة ولان الوصف لا يوجد لي المحتوى المطابق فلازم يكون الطلب هنا طلب يدوي ايه الفرق بين اليدوي والاوتوماتيك الاوتوماتيك ده بيجي تلقائي قدام نفسه اما طلبات الازالة ده بتيجي بشكل ايه انت بتعمله بشكل يدوي يعني ده اوتوماتيك وده يدوي من اليدوي هتضغط على الشمال هنا على طلب جديد لازالة المحتوى اضغط عليها بعد كده قوم باضافة الفيديو انهي فيديو الفيديوهات التي تطلب ازالتها هنيجي هنا ناخد الرابط ده ونقول الرابط ده اللي سرقنا اهو طيب ايه نوع العمل اللي تسرق منك هل العمل ده اغنية اصلية محتوى صوتي برنامج عمل فني حقول له غير ذلك اما له هو ايه لأ ثواني ده الراجل ده سرق مني الوصف الوصف نوع المحتوى الوصف الخاص بالفيديو الفيديو. ماشي. وركز معي بقى. لان انا هنزل تحت وقال له ايه? موضوع المحتوى برضو. حاط له منه ايه? الوصف. زمان شرحنا مع بعض ايه? الصورة المصغرة. ازاي تدي حد انظار? على الصورة المصغرة وحاسبه لك في الاي. لكن النهاردة الوصف. هنيجي على الوصف ونيجي هنا. ادخال العنوان للعمل المحمي. عنوانك انت اللي عندك انت باستخدامك انت. هتيجي هنا على الفيديو الخاص بك اللي انت حميه. ونيجي هنا على الفيديو الاولاني خلص لان انا وااخد نفس الفيديو الاولاني اللي انا بنزله هنا. ماشي. واجي كده. واخد العنوان اهو. واقول له الفيديو ده وااخد اليو قرقي اللي بتاعتم كمان اهو. وراح ناسخو هنا. وراح جاي تحت اهو. وقال له ايه? ده الفيديو. والعنوان. اللي ما صررين مني بالزبط من القناة المنافسة. اوكي? واجه هنا على ادخال بعض المعلومات الاضافية. هروح جاي كاتب الوصف بتاعي. اهو وراح جاي كده الوصف. اقول له ايه? انا معاي متين كلمة. مكتبش اكتر من كده. هذا هو الوصف. المصروق. ماشي? خد بالك هنا هنا بقول ايه? هنا معاي متين. مكتبش اكتر. فيجي تحت كده واخد ايه? النسبة اللي من تحت كده. اروح جاي من تحت كده. لغات متين. هنا متين وتمانين. هنا متين. هنا متين. متين ركز كده اهو. متين. هنا مع عربعة وسبعين. كده اوكي اوكي انا ممكن لغات هنا اوكي ايو اوكي. اهم حاجة لازم تكتب في المعلومات الاضافية. بعض البيانات الخاصة بالوصف. ننزل تحت هنا ونتقول له اضافة الى القائمة. ركز بقى معي لان هو خلاص تم الاضافة يدويا. والانظار هيكون يدوي. الانظار هيكون ايه? يدوي. ركز معي. المحتوى اللي انتعك. والمحتوى الخاص بيك اهو. في المحتوى الخاص بيك اهو. اكتب لي العنوان اهو. انت ممكن تكتب العنوان بس كمان اهو. اهو. تكتب العنوان بس. وتعمل ايه? تعديل التفاصيل. هيجيب لك ان هو العنوان بس اهو. ماشي اللي انت عايزه. مش لازم يعني في ناس يقول لك ايه? لا انا هكتب هنا مسلا اليو ار ال بس. اروح جاي هنا اليو ار ال كده. وراح واخد اليو ار ال ده. ماشي وراح جاي هنا. حط اليو ار ال. وراح عامل ايه? اضافة. اوكي? تعديل واصل. هل كده صح برضو? ايوة كده صح. المهم انك تضيف له البيانات الخاصة بالمحتوى الخاص ايه? الخاص بيك. انا عايز برضو ارجع بالورا. اقول له ده. اهو. وراح جاي بالعنوان تاني. اجيب العنوان بتاعي ان العنوان مهم جدا. وراح اضاي فيه العنوان كده. ماشي? وراح عامل تعديل التفاصيل. انزل تحت لازم اضيف بيانات الشخصية بالزبط بكل مكان. علاقة المحتوى. مالك المحتوى. اوكي? وانزل تحت كده معايا. وراح اعمل ايه? شكوى. ما اعملش طلب ازالة. اعمل شكوى يديله انظار مباشرة. ازال احا يديله سبعة ايام مهلة. لا انا عايز اروح نهيها. اروح مديله ايه? شكوى بشكل مباشر. واجه هنا وراح اعمل كله علامة صح دي. شكوى. وديه انا حد يستخدم اي نسخة منك. ودي اقرار منك. وهنا هتكتب اسمك بالكامل. يوسف محمل الباز السيد برعي. لك اتبقى معايا ليه? انا بقولك حط البيانات دي بالزبط. ليه? لان البيانات دي البيانات اللي من خلالها هيقدر فيه تواصل بينك وبين اي شخص اداك انظار عملك انظار عملك ايه حاجة من حاجات دي. وهيبقى في المحكمة لو لا قدر روحت المحكمة. فلازم تفهم ان هو طبعه النشر الفترة الاخيرة فيها الاء كتير جدا. علشان كده عايزك تمشي بمحتوىك. ودي جزئة الاولى. الجزئية التانية بقى ان انا الفترة الاخيرة بدأت اكتشف ان في مجموعة كبيرة جدا من منشين محتوى يعمل قناة واحدة بس وياخد في القناة ده فيديو ليه وينزلوا. وهكذا يعمل قناة تانية ويعمل فيديو ليه وينزلوا. يعمل قناة تانية يدي فيديو ليه وينزلوا. وبصراحة الموضوع ده انا بدأت اتفهمه بشكل اكبر من كده. وعايزك لما يجي لك قناة صغيرة تاخد منك محتوىك ما تدليش انظار اول يوم. كلموا مرة في التانية واسيبوا شوية. لغات لما ينساك لان فيه صغرات الفترة الاخيرة في حول طبعه النشر. الصغرات دي قادر يعمل لك اشعار مضاد يحطك على مهاب الريح يعمل لك اي حاجة. فعشان كده انا بحاول الفترة الاخيرة انا وضح لك ان حقوق الطبعه النشر لها تركات كتير جدا وصغرات كتيرة جدا بدل مرة مئة الف مرة بدأت اقولها لك بشكل مستمر. وبصراحة مش حابب ان انا اكتر من كده. اللي حابب اوضحه ان حضرتك لازم تركز حرفيا. وحول على قد ما تقدر ما تستخدمش محتوى اي شخص. وخد بالك دي مش نهاية المطاف. انا قدمت طلب الازالة. هو قيد المراجعة. هنستنى مع بعض اللي حيحصل بالزبط. وخد بالك انت كمان قادر تسحب اي ايه اي ايه اي مطالبة في غمضة عين. ودي هنشرحه مع بعض لما يلبس الانذار ونشوفه قدام عينينا. وهنا انا شرحت لك ازاي تبدي الانذار لحد استخدم الوصف بتاعك. لسه بقى هنشرح لك الرابط وهكذا. لان فيه غير ذلك اكتر من الحاجة مهمة جدا ليك. هنرجع مع بعض. بعد لما نتأكد انه لبس الانذار. تقريبا كده الموضوع مطولش خادص. يعني لو جينا بصينا مع بعض. الصفحة لسه مفتوحة. وقيد المعالجة. ولكن بعد الفريش بسيط بدأنا نشوف قدامنا ان الحالة بقت نشطة. تم ازالة الفيديو. اليوتيوب تقريبا ما خادش وقت كبير علشان يشوف الانتهاك. بالعكس. ده خد القرار في اقل من اربع او تلت ويمكن ساعتين كمان. وده اللي حنشوفه في قناتنا التانية قناة يوسف الباز. يعني القناة دي احنا بعتنا ان هي انتهكت سياستنا اللي هي متوحد فكرة وخدت مننا الوصف. رحنا الناحية التانية وبصينا كده. او. لبس الانزار تم ازالة الفيديو من اليوتيوب. ولو جينا دخلنا مع بعض على الانتهاكات. حنلاقي بالفعل ان الفيديو واخد انزار. وده وصف مصروض المحتوى المستخدم. وكتبنا المستخدم خالس. وانت هنا كمنشق محتوى تم إشعارك بإنظار في قناتك حيقعد في قناتك تسعين يوم محيق ليك إن حضرتك تعمل لإما التواصل مع المدعي لإما إشعار مضاد لو أنت متأكد إنك بتستخدم حقوق الكلبالجية ولكن لازم تكون عارف علشان كده بنتكلم بشكل مستمر يا جماعة بعد إذنكم محدش يستخدم وصفة حد تاني حاول على قد ما تقدر يكون وصفك مختلف لأن الموضوع تقريبا يعني ما خدش وقت لإنظار قدامك يعني ما خدش وقت وده كله بسبب الوصف اللي أنا حطه بهاشتاجاتي بنفس الكلام فلو سمحته نعيد حساباتنا في تقديم المحتوى ونعيد حساباتنا في استخدامات اللي بنستخدمها من القناتات التانية في البعض من منشي المحتوى يقولك استخدم ثواني ثلاث ثواني أربع ثواني أنا ضد الكلام ده لأن الوصف قد يؤدي لإغلاق قناتك ثلاث إنظارات حرفيا توديك ورا الشمس شكرا للجميع لازم تكون عرفت من ثلاث إنظارات يتم إغلاق قناتك بصورة نهائية في خلال سبعة أيام ويمكن أقل وانتهقها بشكل مباشر من على اليوتيوب ومحتاج أنك تتواصل مع الدعم وتواصل مع المدعي وفي مشاكل أنت في غنى عنها ركز بقى اشتغل على نفسك شكرا للجميع ترجمة نانسي قنقر